أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع في برنامج ليكن نور اليوم حلقة خاصة متميزة اليوم رح نسمع لشهادة عابر كيف تغيرت حياته من الإسلام إلى المسيح وخليني في البداية أقول لكل أحبائنا المشاهدين وطبعا أنا عارف الأغلبية الصاحقة من أحبائنا المسلمين أن الغرض الرئيسي من الشهادة عندما نقول الشهادة نحن نتكلم عن اختبار شخص تغيرت حياته بنعمة يسوع المسيح تقابل معه شخصيا وغير حياته هذه قدرة المسيح لكن غرض الشهادة أو الاختبار هو العملة ذات الوجهان الوجه الأول من ذات العملة هي لمجد الله أنه الله يتمجد من خلال الاختبار ما هي استعراض عضلات ولا استعراض تفوق روحي أو اكتشاف لكن بكل بساطة هو إعلان أنه أنا كنت خاطئ بغض النظر شو خلفيتك مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي أنا كنت خاطئ واتغيرت حياتي بنعمة المسيح واتغيرت بسبب ما عمله يسوع المسيح إذ افتدانا وغيرنا وعطانا حياة أبدية والوجه الآخر من ذات العملة هو أن نكرز، أن نبشر وأن نتكلم عن الآخرين كما قالت المرأة السامرية لما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح وهذه الشهادة بتشوف كل شخص تقابل مع يسوع المسيح التعبير على أنه تابع للمسيح وتلميذ ليسوع المسيح أنه يشهد ويتكلم عن يسوع المسيح وهذا ما نسمعه ونشاهده اليوم بنعمة الرب تابع للمسيح